نحنا منقله نعطونا سلفاً لمركزية الموسعة والصندوق الاقتماني وبرنامج بناء الدولة وخدوا مننا أكبر تضحية لست سنين هاو دي بيستاهلوا ست سنين تضحية وأي دعم تطلبوه مننا برئاسة الجمهورية بدنا عليه مقابل ميح مش هيك عم بيقولوا عنا أنا شاطرين معرف نطلب نحن مش مستحيين بدنا مقابل بس هيدا المقابل لا للعماد عون ولا لجبران بيسيل ولا للتيار الوطني الحر هيدا المقابل هو للدولة بلبنان ولنبني دولة بلبنان أعطونا سلفاً لمركزية موسعة وصندوق اقتماني وبرنامج إصلاحي وخذوا مننا أكبر تضحية لست سنوات هذا ما أعلنه رئيس التيار الوطني الحر في العشاء السنوي لقضاء المتن في التيار الوطني الحر وأضاف بسيل ثمن مرشح لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون أقل من لمركزية موسعة مدفوع السلف بقانون وصندوق اقتمان مدفوع سلف بإقراره بقانون وبرنامج بناء الدولة وأضاف غير هيك افشلوا لوحدكم طرح بسيل ليس جديداً إنما هو مطلب سابق لطالما طالب فيه رئيس التيار فهل يسير التيار بمرشح الثناء مقابل الحصول على مطالبه من المركزية الموسعة والصندوق لاقتماني وصولاً إلى برنامج بناء الدولة وهل هذا الأمر يناقش في الحوار الدائر بين التيار والحزب وما هي انعكاساته على المشاورات التي سيعقدها لودريان في أيلول المقبل مصادر التيار الوطن الحر أكدت عبر الأوتيفي أن موضوع رئاسة الجمهورية هو حق مثاقي كما أن المركزية الإدارية والمالية الموسعة هي حق دستوري واللمركزية الموسعة لا تعني قانوناً على طريقة محافظة كسروان جبيل بل يجب أن يترافق مع ضمان تطبيقه كما اعتبرت المصادر أن من لا يقدم أي تنازل لا يمكنه طلب ذلك من غيره خاصة أن مرشحه لم ينال العدد الأكبر من الأصوات أما حول مناقشات لودريان المرتقبة فتعتبر مصادر التيار أنها مع أي حوار مجدي وليس لتمرير الوقت فموقف التيار كان منذ البداية إما الحوار للاتفاق على اسم المرشح الرئاسي أو عقد جلسات متتالية والاحتكام للأصول الديمقراطية من جهتها أجابت مصادر مقربة من حزب الله عبر الأوتيفي بالقول أن أي موضوع يناقشه الحزب بشكل مباشر مع التيار ورئيسه ضمن الحوار الحاصل بين التيار والحزب وليس عبر الإعلام فهل سيشهد حوار التيار والحزب خرقا في جدار الجمود الرئاسي ويؤدي إلى التوافق على برنامج إصلاحي لبناء الدولة وإقرار الصندوق الاعتماني وتطبيق المركزية الموسعة إداريا وماليا أم أن موعد مشاورات لودريان ستسبق هذا الاتفاق المحتمل وبالتالي سيدفع نحو خيار الذهاب إلى عقد جلسات متتالية والاحتكام إلى اللعبة الديمقراطية وهل جاءت ديارة لودريان ثانية إلى عين التيني بهدف إقناع بر بهذا الأمر تسأل المصادر ويتوقف متابعون عند نقطة أساسية وردت في كلمة بسيل فهو لفت إلى أن التيار لا يعمل على مشروعين لمركزية والصندوق الاعتماني وحده بل مع غيره مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الحوار الدائر بين التيار والحزب توسع إلى أبعد من البحث في اسم المرشح الرئاسي